السلام عليكم ورحمة الله تلائم حاجات الإنسان وتفي بمتطلبات المجتمع وأيضا ممكن لأغراض التصدير مثل يا خامس الخشب ممكن أن الخشب هي عبارة عن مادة خام ممكن أن نغيرها بما تفي حاجاتنا ممكن نقوم بتفصيل منها الغرف النوم غرف الضيوف الكنب فإذا هي تحولت حسب متطلبات الإنسان إلى أشكال مختلفة والأردن عنا بالأردن هي دولة مستقطبة للاستثمارات الصناعية فهي مكان جاذب للاقتصاد بسبب وللمشاريع الاقتصادية وذلك بسبب بأنها موقع الأردن الاستراتيجي أيضا في عنا سبب آخر وهو وجود الأمن والاستقرار بسبب وجود الأمن والاستقرار وموقع الأردن الاستراتيجي فإنها مناطق أو منطقة تكون لجذب الاستثمارات الاقتصادية أو مناطق لجذب الاقتصاد والصناعات إلى الأردن لنأتي ونتحدث عن أهمية الصناعة فالصناعة لها أهمية كبيرة في حياتنا فهي تحرك بداية عجلة الاقتصاد عندما تتحرك عجلة الاقتصاد فإن ذلك ينعكس إيجابيا على حياة الأفراد فهي تكون قد حسنت من مستوى معيشة الأفراد وبالتالي أثر ذلك على الدولة بأنها أصبحت تستطيع أن تقدم للمواطنين الخدمات المختلفة وأيضا تقوم الصناعة بتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات وأيضا تسهم في تطور القطاعات الأخرى كالزراعة والتجارة والنقل لأنها توفر المواد الأساسية مثل الأسمدة مثل الآلات الزراعية ومصادر الطاقة وسائل النقل إذن الصناعة تؤثر في كل حياتنا بشكل إيجابي لنتعرف على مقومات الصناعة أولا رأس المال فتحتاج الصناعة إلى رأس مال كبير وأيضا تحتاج إلى المادة الخام حتى نقوم بتصنيعها إلى مواد يحتاجها الإنسان وأيضا تحتاج إلى الأيد العاملة الماهرة والمدربة على الصناعة سنتحدث يا حامس أيضا عن أنواع الصناعة أنواع الصناعة مختلفة في الأردن فبداية سنتحدث عن الصناعات التحويلية هي تحويل المادة الخام المستخرجة من الطبيعة من المواد النباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر ممكن أن نستفيد منه مثل الأدوية فهي تصل إلينا مثل هذا الشكل الذي موجود في الصورة ولكن هو يتم استخراجه من مواد طبيعية ومواد نباتية وقد تكون مواد حيوانية أما النوع الثاني من أنواع الصناعة في الأردن فهي الصناعة التحليلية وهي صناعة تعتمد على تحليل المادة الأصلية إلى مواد جديدة مثل تكرير النفط فهو يتحول من شكله كما تلاحظ إلى البنزين والسولر وأشكال مختلفة أما النوع الثالث فهي صناعات استخراجية من اسمها نقوم باستخراجها من باطن الأرض مثل الفوسفات والبوتاس أما النوع الرابع والأخير فهو صناعات تجميعية يعني نقوم بشراء القطع وتجميعها في داخل الأردن مثل تجميع السيارات والثلاجات والأجهزة الكحرباء بشكل عام هاي بالنسبة لأنواع الصناعات الموجودة في الأردن لذلك قامت الحكومة الأردنية بإنشاء المدن الصناعية والهدف من إنشاء هذه المدن الصناعية أولاً اللي هي عندنا التنمية الشاملة تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى التنمية الشاملة لذلك نشاهد في معظم المحافظات يوجد مدن صناعية هذه المدن الصناعية قامت على توفير فرص العمل بما إنه في عنا مدن صناعية تحتاج إلى الأيد العاملة فهي توفر فرص العمل وعند توفير فرص العمل للأسر وللأفراد بالتالي يؤدي إلى تحسين مستوى الأسرى المعيشي بهك يا خامس من كون أن هنا درسنا لليوم نراكم في درس قادم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية وشكراً لإستماعكم